طيب نروح بقى مع حضراتكم على بطولة كرة السلة بنات لضعاف السمع اللي أقيمت بالمدينة الشبابية بحي الأصمرات في إطار الاهتمام بزاوي القدرات والهمم طبعا الهدف الرئيسي يعني الأشمل والعام هو فكرة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وكمان دمجوهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم دي كلها حاجات في المنتهى الإنسانية والإحترام هنشوف مع حضراتكم تفاصيل أكتر من خلال هذا التقريب إحنا طبعا الإيفينت ده بيقوم تحت رعاية دكتورة أشف صبحي وزير الشباب ورياضة إحنا بنجهز للإيفينت ده بنقالنا أكثر من ثلاث شهور من خلال الشركة الرعية الموجودة معنا بطرع الحدث والوزارة إحنا بنخلال المنصقين المتواجدين في المحافظات بيتم تدريب الأولاد وانطقاء أفضل العناصر وبعد كده بيعملوا زي مسابقات ليهم وتدريبات ليهم عشان يجوا يمثلوا محافظاتهم في المسابقة طبعا الإيفينت المجهود بوزل من مكتب ذاو الهمم في وزارة الرياضة بالتعاون مع شركة خاصة وبالتعاون إحنا كناس عندنا جزء بتاع الطبي قدرنا نعمل قياسات سماعة لكل البنات دول ونشوف احتياجاتهم لو حد محتاج سماعة حد محتاج علاج طبعا وفرنا لكل البنات الانتقالات وقعدوا في فنادق ووجبات يعني الإيفينت كان ظريف جدا وقدرنا أن نجهز الإيفينت وحاسين نشوفي حضرتكم مبسوطين إزاي إحنا بنطبق قانون بتاع الفيبة هو القانون بتاع الأسوياء بس بدل السفارة بيبقى فيه الراية بنشورهم طبعا عشان هما مش بيسمعوا وطبعا هما لما بيلعبوا إحنا بنبقى شايلين السماعات مفيش ممنوع سماعات عشان يبقى كله زي بعض بس هو ده الفرق بين الأسوياء والعاقة إحنا كمان بنوجهم جوا الملعب يعني مثلا بعد الكرة ما جات باسكت يأخذوا للكرة يلعبوا على طول كل ما بتكسب كل ما النفسية معها بتبقى بتاع الأكتر بتقول إن شاء الله كل ما نكسب ونكسب القاهرة هي على أكتر أكتر هي بتبقى النفسية تبقى فيه حاجة منتخب للسلة وتبقى منتخب مصر تكاو منتخب مصر هي كانت فرحانة جدا وإنهم زيها زي بعض وكانت فرحانة جدا إنها تعرفت عليهم وناس جديد يعني بنات جديدة تعرفت عليها بدل المكان بتاعها اللي ما تعرفش فيه حد يعني هما بس خمس ست بنات هي كانت جاية ومش عارفة بكرة إيه أول ولا أعرف بس إيه عشان هي اشتغلت كويس عشان كده هي كذبت هاي الأسمرات ده يعني زي ما حضرتكو عارفين طبعا هو ضمن مشروعات الدولة للقضاء على العشوائيات نتكلم بلا يعني وطن بلا عشوائيات فده كان مشروع محترم جدا وهو مفروض على ثلاث مراحل وزي ما بيتقال كده يا كريم انت بتنقل مش بس يعني جسديا شخص انت بتنقل حياة احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس لازم نفضل نقوله لان النتائج جابية جدا على الارض يعني انت بتشوف قد ايه ده ليه تأثير بعد كده مش ان انا نقلتك في حتة افضل وريحتك لأ انت مش بس بقصة في كده انت اتقفتك حياتك مستقبلك مستقبل ولادك ان هما يتربوا في مكان امن مكان نظيف زي ما بيتقال علي الفكر البعض بيوصفوا بيه يعني منطقة سكنية خمس نجوم ليه اللي هما الفقراء هما ده الناس هي اللي بتقول كده يعني مش طبعا ده المسمى الاساسي اللي قدم هو احياء احياء لطبقة كبيرة جدا من المصريين حقيقي موجودة فانت صح حلوة كلمة احياء دي